أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي أن تحقيق الأمن والاستقرار خلال السنوات الماضية كان هو القوة الدافعة لتحقيق التقدم في مجالات عدة وأهمها المجال الاقتصادي وحذر الرئيس مما وصفهم بغير الفاهمين لمعنى كيان الدولة من التحدث بعدم وعي في أمور تمس الأمن القومي المصري وتشكل تهديد للاستقرار وقال سيسي لدى حضوره حفل افتتاح حقل ظهر الغاز الطبيعي أنه لن يسمح بتكرار أحداث الفوضى التي شهدتها مصر خلال سنوات الماضية ووضح أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وبعض الدول المجاورة أتح لمصر التنقيب عن الغاز وتحقيق إنجاز اكتشاف حقل ظهر الذي يضاعف من إنتاج مصر للغاز مما سوف يتيح تحقيق الاكتفاء الذاتية